تستمر فعليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 تحت شعار الرياض تقرأ في حرم جامعة الملك سعود هذا ويشارك في المعرض أكثر من ألفي دار نشر من أكثر من 30 دولة بأكثر من 800 جناح إضافة إلى مشاركة هيئات ومؤسسات ثقافية سعودية وعربية ودولية إصدارات متنوعة يضمها معرض الرياض الدولي للكتاب الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية ويستمر حتى السادس من شهر أكتوبر أكثر من ألفين شر من 30 دولة يشاركون في المعرض هذا العام هو معرض الرياض من أهم المعرض العربية يعني بيلي في الأهمية معرض القاهرة وفي الحجم كمان كل نشرين المصريين بيحاولوا دايما أن هم يشتركوا فيه وطبعا بنسعد بوجودنا في المملكة دايما والله السنة دي حاسة أنه فيه جمهور فيه أكبال دايما هو مميز معرض الرياض نحن منطره من السنة للسنة ونحن عندنا زبايننا الخاصة لأنه نحن شوي الفيلد عندنا سبيسيفيك الآن بالهندسة العمارة، الديكور، الرياض، الارت، الديروينغ فبقى فيه عندنا ناس خصوصي لهذا الموضوع الأجنحة المصرية المشاركة في معرض الرياض الدولي الكتاب كانت محل اهتمام الزوار ومن كافة الأعمار الذين أعربوا عن ساعدتهم بهذا الزخم الكبير الذي تشهده الأجنحة المصرية في الإصدارات والكتب المتنوعة السنة هذه أكثر تنظيم دور النشر متعددة سهولة الوصول عبر التقنية للكتاب اللي تريد المناشطة الثقافية ممتازة الأجنحة المشاركة منها جناح مصر الشقيقة ما شاء الله أنا الآن أمامي وأشوف أشياء جميلة والثقافة تجمع الناس أنا أعتقد أنه لو لا دور النشر المصري لما كان هناك قارئ عربي يعني نعرف أن مصر تكتب ولبنان تطبع والعراق تقرأ بلا شك الهدف الأساسي المشارك في معرض القاهرة بعرضها لأحدث الإصدارات العلمية والأذبية تشهد الأجنحة المصرية المشاركة في معرض رياض الدولي الكتاب إقبالا كبيرا من الجماهير ومن مختلف الأعمار حيث تعد مصر ثاني أكبر الدول المشاركة في المعرض بعد الدولة المضيفة المملكة العربية السعودية من مدينة الرياض لميا موافي التلفزيون المصري